الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر المسلين سيدنا محمد على آل يوسف أولا جزاكم الله خير وجزا خطيبنا خير الجزا على هذا الإضاح وهذا التقوام إلا ما كنت أريد أن أعقد لأشيء كثيرا أحملها في نفسي ولها في وقتها إن شاء الله سبحانه وتعالى ولكن إشاراته جعلتنا أن نبين ما نحمله في صدورنا وما نحزن له وما يتفطره الجبين خجلا أولا أقول إن هذا اليوم يوم العيد نتسامح به ونتصابع لأن الله سبحانه وتعالى كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله الصحابة ما سر تبسوك يا رسول الله ويقول قد عرض علي مشهد من مشاهد الآخرة ليس في الجزيرة ولا في الأنترنت ولا في العربية ولكنه مباشرة من الآخرة والله سبحانه وتعالى يُعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ويشهده رجل يأخذ بتنابيب أخيه ويقول يا رب بين يدي الله سبحانه وتعالى خذ لي حقي من هذا الظالم كم الظلم اليوم الذين نهبوا الأموال الذين أكلوا أموال الناس بالباطل لما أتقب بين يدي الله سبحانه وتعالى ويمسك بتنابيبك ماذا تقول بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقول يا رب خذ لي حقي من هذا الظالم قال فانطوف عنه الجنة فيرى النعيم ولكنه لا يشغله عن حاله والله ما رأيناه بعيننا وما سمعنا به لا تشغلك الجنة التي عرضت في أولها ولكن تغرض الجنة للنرة الثانية انظر عن يمينك فيرى الجنة والنعيم الذي وعد فيها ولكنه أيضا يقول يا رب خذ لي حقي من هذا الظالم ثم ترفع له المأوى فيرى النعيم أعددت لعبادي الصالحين ملاعي نرات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيرى النعيم الذي وعد فيها ويقول لمن هذه يا الله وما زمنها ويقول أنت تملك الثمن فما زمنها ثمنها بعفلك عن رقبة أخيه ويقول يا رب ويقول له الله سبحانه وتعالى لن تكن أكرم مني خذ بيدي أخيك وادخل الجنة هذا هو الأمر خذ بيدي أخيك وادخل الجنة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله يصلح ذات البين في عرصات القيامة فأصلح ذات بينكم كم نحتاج أن نأفو عن بعض عن هذا الظلم والله ما رأيته بأمعي كنت في القردوم من قبل أن تنسعل هذه الحرب بلعنتها فاسأل الله في هذا اليوم والنوار أن يرفعها عنه ويرفع هذا البلاء ووالله نقوله إنه بما كسبت عيدينا أنا متأكد كثير من الناس الآن هذه الخطوة والكلام اللذي يغيب ماذا يريدون لأن الأموال دخلتهم ولأنهم يشجعون الدعم السريع أتغب على الباطل ماذا تقول بين يدي الله سبحانه وتعالى كثير تبلملوا الآن كثير مننا تبلملوا بل منهم من ذهب الآن لأن في جوفه حرام ومن في جوفه حرام من حديث ابن عباس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والله صلاةك لمن تنفع الله سبحانه وتعالى لا يقبل من إمرين في جوفه لقمة حرام لقمة واحدة بس شوفوا الأموال الجديد قالوا غنيمة فقالوا نكون غنيمة نقول غنيمة طيب الغنيمة اسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحارب الكفار والمؤمنون معه يحارب الكفار فإذا بأحد الصحابة يشل شمل شمل لظيفة سمع جمته والدعضة ما هناك وهو بغاتل فلما قتل استشهد الصحابة قالوا فاز ورب كاله فاز ورب كاله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنه في النار استشهد يغاتل في سبيل الله لإلاء كلمة الله يغاتل الكفار فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار في شنو في شملة قلها ما قلتها دي غنيمة الغنيمة دي ما تدع للحاكم العام الزهر البلغاتل من أجله ده ودع لك قل لأنا نجيز المادة تعال نجيزموا بعدها خليش من الخمس ويديك إذا قلتنا غنيمة مليئة شنطتك ومليئة جيوبك وجيدنا هنا أدخلت علينا الحرام وأدخلت علينا البلاء ووالله أقولها لكم إن لم نمكن ولم نمكن الحالة الفاعل ما يشي فينا ده انتظروا بلاء المطر الشحفين بشيلوا ما بجي ده والله لو ما رجع ربنا قال شنو لعلهم يغتعون ده بما كسبت أيدينا عشان نرجع ونسدوق ونتعلم من المادة وإلا والله فانتظروا جميعا أونهلكم وفينا الصالحون ده لمن يعمل شنو لمن يحصل شنو بيحصل شنو لمن قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة تزال أونهلكم وفينا الصالحون قال نعم عندما يكسروا الحرد وأي قتل أكثر من هذا الذي أصبح بس من احتياط المركز المبارح ده شوفوا الناس المادوا دي قال ليش اسألوا هلنا في الدباب كم مادوا منهم بأي فركة عند الآن هلنا في الدباب هنا تشوفوا المادوا كم مادوا من الدعم السريع المادوا كم والله يا جماعة نحنا في الظلم كبير إن لم نمكن ونستنكر ونمنع أبنائنا وعلى إدارات الأهلية التي سمعت والهي الأعلى التي فوضت بل سمحت لأبنائها نقول لهم والله يعلقون في رضابكم يوم القيامة في هذا الكلام وإذا التصريح الذي حملتموه يا أخي الشاريح تجابلنا فوق بلد الشاريح تجابلنا فوق بلد لما نتكلمنا وقلنا الكلام ده ظلم الذين يكونوا الأولى الناس على النعب قال الإدارة الأهلية أدتوا بالحق قال كرشوم الدعو بالحق والله كرشوم يسأل والله يسأل كرشوم يسأل والإدارة الأهلية تسأل يا خلحنا نقعد في أمان الآن عندنا شرطة وعندنا الجيش مقادير نحمي شارعنا لمقادير نحمي الآن برسدان مدني أمان يقدموا ليك الطعام والماء والعصائف الشارع لما تجي خارج من هذه الحرب ونحن تلفونات وأموال ونساء تعترض في الطريق أي نخوة هذه لما قبائلنا نحن بنحتزدها المثيرية بنشقايها وأنفوهنا بحارة ماذا تعلنا الآن في شوارعين ظلم الموال تنهب قتال دحق ونهب الآن ما هو خارجوم الليلة التميسية أركب من هنا مش كنا شوى الظلم والهوال التي تلاقيه الآن لماذا داي دين نساء اختزمة المثيرية أموال نهب مزيرية والله يظهدين أمويت لا بد أن نصحي هذا المفهوم لا بد أن نعود ونركب إلى الله سبحانه وتعالى الليل عمش كنت هنا ويقول أنا دعا أنا بسير زي ما كبير كنت بتاعت نزعب تفتخي يقول ليه كنت دين تقول شاهدنا حاضر وسبعيني دي ما حدث ودي الأبنائنا وإنتوا ما بتنكروا الكلام دا أبناكم بري جدا إخواننا ما شو مننا الفولة دي وجابوا أموال الآن وبيكريموا ليهم وأنهم لدى لا تدعم الماء لا تشري منه لا تبي إليه لا تاكم طعام سمعت كلام النبي ولا ما سمعت لا تصاحب إلا جديل لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامة إلا أي من مشير أول الناس لا تبيه والله وإن صفهم أو إن صلى في الصف الأول لما قالوا سيدنا عمر أسافرت معه لما مدع ماذا السفر الآن لما ماشوا عملوا شنو جابوا أموال بالباطل نعموا أموال البيوت والله أنا كنت أقول يا ريتك أن شراه من البنك بأن البنك ما العام بأنه والله الخلق لا تخزم لكن بود إنت جاي دائر دموغراطية تجيبا لمنه عشان ريتنا تدخل بيتي والشيء العربية والشيء موتا والله أقسمه بالله العظيم وأنا شاهد على ذلك في الحياة الذي أذكر فيه عشان ما فيزولي يقوم ساقي جودنا عن خمسة عربية قتلوا الشيخ الذي اعتلأ به الإعلام والمصيبة والذي أتعجب له أكثر الفيزان فنجي تلقى كيزان الآن مع الدعم السريع والله عجبتكم أقول لكم ما صراحة يا كيزان منعرفكم والآن بدعم بدعم الدعم السريع والله لو كان فيكم نخوة بس ومتعد خيان بما دافعتم عن حميتي ولا يوباح الذي خال البشير الذي خال البشير والله ما دافع عنه يوباح لن يا كيزان ألا بيدعم قاعدين هنا باسم الغرابة باسم الجهوية باسم الغبلية والله ما بترفع بعدين كتبوا في اليوم التالي طوالي في العريض قلول الكيزان قلول النظام البائد تعتنه رجل من حزب الأم من أعيان حزب الأم والله أنا حضرت في جنازته وشهدت على موته واليوم التالي أجي يقول كتلون كيزان والدعم السري خمسة عربية خمسة عربية فيها ويقوله كتلون كيزان يا أخي فليكن كانوا كيزان أنت الليلة بتتابع على الباضل ويته هنا في الحل نحن كان مكوبة من المفترض أن نكون في أمان في سلم لا نتأثر بهذه الحل القاعدين في الشارع دين حقيم منه التجاري دا حقيم منه الإدارة الأهلية من الهبس دي ما كانت نجيبه نرجع ونقول الهبس المويلة والله نحن كلنا في ظلم لم نرجع ونعود والله انتظروا هلاكا رضيتهم أضبين والله هلاكا إنما يبسروا الحل ونرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث المغير إن شاء الله نبين فيه اتقوا الله سبحانه وتعالى وأصلفوا زاة بينكم وسالكم إن هذا اليوم يومعي ولكن لنا في الموضوع من ينعلم كثير مننا الآن ومن قبائلنا الآن يدافعون على الدعم السريع ولكنكم والله والله أخسموا بالله العظيم أنكم على أرضه أنكم على باطن صلى الله سبحانه وتعالى يتغبل منه ويعينا وفقنا لما فيه الخير والصلاح يا رب العالمين اللهم أهدنا في من آليه عافنا في من عافيه تولنا في من توليه وارك لنا فيما أعطيه يا رب العالمين اللهم نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا عملا متأبرا صالحا وذوبة وصحة يا رب العالمين اللهم أبدل هذه الحرب أمنا وسلاما اللهم أبدل هذه الحرب أمنا وسلاما يا رب العالمين اللهم أطفل آرها يا الله يا رب العالمين إذا أريدت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك عجل مفتنين يا رب العالمين اللهم أصلي حالنا وحالها في البلاد جميعا يا رب العالمين اللهم أنزل علينا الخير والسخاء والرخائها الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محبّد وعلى آله وصحبه سلم